اشتركوا في القناة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه واحرص أخي المسلم على مسح الأذنين مع الرأس بما تبقى على يديك من ماء الرأس قال النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس إجازة المسح على العمامة والخمار عن عمر بن أمية الضماري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وقال عمر رضي الله عنه من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله غسل الرجلين إلى الكعبين والكعبان هما العظمان البارزان في أسفل الساق ويجب غسلهما مع الرجلين ولا يكفي مجرد رش الماء على الرجلين ولكن يجب تعميم العضو بالماء ولا يصح المسح بالماء إلا على خف أو جورب واحذر أخي المسلم أن تترك موضعا من مواضع أعضاء الوضوء لم يصله الماء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تركوا موضعا في أقدامهم لم يصله الماء ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء قال صفوان بن غسان رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما إلا من جنابه فإذا أصابت المسلم جنابة أثناء المدة وجب خلع الخفين والتطهر من الجنابة قبل لبسهما مرة أخرى وتبدأ المدة من جديد إن المسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما يكون مرة واحدة بغير تكرار ويكون المسح لأعلى الخف لا لأسفله أخي المسلم لا يصح الوضوء مع وجود حائل يمنع وصول الماء إلى العضو كبعض الأصباغ والدهون والشمع وطلاء الأظافر للمرأة وغيره أما أصحاب المهن والحرف والصناعات المتعلقة بمثل هذه العوازل كالدهانين وغيرهم فيجب عليهم إفراغ ما في الوسع لإزالة تلك الموانع فإن تعذر ذلك وشق عليهم فحكمهم حكم أصحاب الأعذار يتوضؤون لكل صلاة فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم